مصر تقرر وتغطية حي على الهواء مباشرة للاستحقاق الثالث من خارطة الطريق انتخابات البرلمان المرحلة الثانية يسعدنا أن نرحف الستوديو وضفنا دكتور محمد عز العرب الخبير من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية أهلا بك دكتور أهلا محمد دكتور في البداية كده يعني خلينا نبدأ يمكن من يعني كيف قرأت المرحلة الأولى وكيف تقرأ المشهد الآن منذ الساعات الأولى للصباح هو قد قربنا على ساعة من فتح اللجان الانتخابات يعني بالنسبة للدلالات الأساسية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب هناك عدة دلالات رئيسية الدلالة الأولى أن هناك تراجع نسبي في معدلات المشاركة التصويتية في الجولة الأولى مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة أو الاستفتاءات الدستورية هو المفروض أن احنا نقارن يعني هاليا صاحب مقارنة الانتخابات البرلمانية بمثلا من انتخابات الرئاسة؟ هناك جوانب للتشابه هناك جوانب للاختلاف لكن ما أجعلني أقارن لا أجعلني هناك محلل فقط وإنما على توقعات المرشحي الناقمين اللي بتذهب إلى صراديق الاختلاف تمام صراديق التصويت وبالتالي رؤيتها بتبقى مختلفة أحد المشكلات الأساسية هناما نقوم بالتحليل نقوم بالتحليل من وجهة نظري أنا وهنا مستويات التعليم مختلفة مستويات الثقافة مختلفة وبالتالي وهنا المعدلات المشاركة التصويتية لا ترتبط كما يصور البعض بفكرة شرعية أو حتى شعبية رئيس الجمهورية ممكن سوف نتطرق إليها في الحديث لاحقا وبالتالي هنا أنا أتحدث عن أرقام مجردة دون الأخذ في الاعتبار اختلاف السياق الحريكي بتتحدث عنه سواء بالنسبة للاستفتاء على الدصور أو انتخابات الرئاسة اللي هي مختلفة درجة كبيرة عن انتخابات البعض لكن هنا أنا أتحدث عن أرقام الأرقام في المرحلة الأولى كانت متراجعة شوية كانت متراجعة والأرقام في المرحلة الأولى كانت متقدمة في انتخابات أخرى عن انتخابات مجلس الشورى على سبيل المساعد فهنا بكلف انتخابات المجلس النواب في المرحلة الجولة الأولى كانت 26.5 لكن في مجلس الشورى كانت تتراوح بين 7 و 8% النقطة الثانية تتعلق بزيادة حجوز بعض الأحزاب السياسية وهنا ربما دي تعطي نوع من الدفع للأحزاب اللي دائما ما تم اتجاهها حجوز الأحزاب في إيه؟ حجوزها في حصد الكثير من المقاعد هنا نتيجة اللي احنا في صند الدخابي لا احنا مش عايزين نقول أسامي لكن لدينا عدد من الأحزاب استحوزت على أغلبية المقاعد على الأقل القمسة الأولى النقطة الثالثة ترتبط بشعود أو استمرار شعود ظاهرة المستقلين في مجلس النواب المرحلة طبعا هيبقى هناك صراح حزبي من بين الحزاب على استمالة هؤلاء المستقلين مثلما كان يحدث في فترات سابقة من جانب الحزب الوطني اللي كان مهيمن على الحياة السياسية في فترات سابقة عن نقطة الثالثة أنه لا توجد مؤشرات محددة تعقر صفه العملية الانتخابية طبعا هناك تواجد للمال السياسي في بعض الدوائر لكن لو حضريك شفتي مفيش مظاهر لعنف واضحة اللي احنا كنا بنبص عليه مفيش فكرة مظاهر لخصصة الوطني توقعنا عنفا أكثر من اللازم وهي هنا هو أحد المظاهر الواضحة لهذه الانتخابات مقارنة في 2011 2011 كانت واضحة جدا مظاهر العنف مثلما كانت الانتخابات في فترات سابقة في قبل 2011 وبالتالي لدينا وهنا بشهادة المراقبين المحليين من مؤسسات المجتمع العدي أو أيضا المراقبين الدوليين اللقطة الخامسة من الواضح أن تركيبة المجلس المقبل سوف تكون تركيبة مختلفة تركيبة متنوعة نحن فيها شباب وقدار في السن رجال ونساء عمال وفلاحين شباب ومهنيين مصريين في الخارج كانوا مثلا تمثيل للأقباط تمثيل لزول عاقة وبالتالي حزاء التمثيل المختلف المتنوعة أنا أعتقد لم يكن قائما في أي من المجالس النيابية منذ ثورة 23 يونيو وحتى هذه اللحظة طيب ننتقل بقى المرحلة التانية اللي بنشهدها اليوم ويعني أكيد حضرتك شهيد تفارق ولو بسيط يمكن من حتى توقعات يمكن من مبارح من انتخابات المصريين بالخارج أنا أعتقد أني أتفق مع حضرتك في هذه الملاحظة أن معدلات المشاركة هتزيد لكن هتزيد بشكل ليس أقصر قليلا ونما أقل قليلا بما أننا نتكلم حوالي معدلات المشاركة هتزيد إلى حد ما لكن ليست بالمعدلات اللي هي ترفع على 40% أو 45% لعدد من الاعتبارات لكن هنا اللي أنا عايز أقوله في هذا الصياق أنه ربما المرحلة التانية بتبقى مختلفة عن المرحلة الأولى في عدة اعتبارات أساسية أولا بالنسبة لفكرة المرشحين سواء كانوا مستقلين أو حزبيين يحاولوا تفادي الأخطاء التي تم الوقوع فيها في المرحلة الأولى بمعنى أن أحد المشكلات الرئيسية بالنسبة للناخب أنه مش عارف هذا المرشح ما عندهش معلومات كافية عنه سواء معرفة شخصية أو معرفة برنامجية سياسية من الواضح أن هناك بعض المرشحين خلال تلك المرحلة وحارك تقدري تشوفيها بنفسك حتى في مستوى الدعاية الانتخابية على مستوى اللافتات نتيجة تشوف فيه مقارنة من بين محافظتين وتجاورتين زي القاهرة والجيزة تحس أن القاهرة فيها انتخابات والجيزة ما كانش فيها انتخابات نتيجة فكرة ده على مستوى اللافتات أو البنارات الانتخابية أو على حسب أيضا مؤشر آخر مرتبط بالمؤتمرات الانتخابية ومحاولة التقرب بدرجة معينة أو إصار رسالة ما هو هذا المرشح الذي سوف يكون والناس بي فاندي مع حدك شفت إزاي النوعيات الدعاية يمكن من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية نشهدها اليوم في جزء منع فكرة الدعاية التقليدية أنا التالية أتحدث عنه الصور والبنارات والمؤتمرات الانتخابية واللقاءات المباشرة ربما بعضها برضك لبعض المرشحين في بعض المناطق اللي هو بيبقى مصور نفسه بيقول هيعمل إيه وبتقول تلك الصور في بعض المناطق هناك الاعتماد في بعض الأحيان على ما يمكن تسميتهم المؤسرين في محطهم إنه لا إن هو هذا المرشح لا يتمتع بوضعية أو بمكانة أو بمعرفة سياسية أو مجتمعية في بعض المناطق فبيلجأ إلى بعض السكان اللي في تلك المناطق اللي هم لديهم قدرة على التأثير في هؤلاء الناقبين النقطة الثانية تتعلق بمحاولات مختلفة سواء في كتابة برنامج انتخابي مصغر الاستناد لبعض الخلفيات التعلامية والمهنية سابقة أو توضيح بعض دوره إذا كان من رجال المال أو الأعمال أو بعض السكان المهنين في تلك المناطق في حالة الدعاية يعني مش كيف الدعاية زي ما حددك بتقول تقليدية فقط ولا لا في جزء منه بقى غير تقليدية يعني في جزء منه التحاولة الاتصال من خلال الحاملة الانتخابية لهذا المرشح أو ذات في بعض المناطق تمام يعني وهنا بيأخذ في الاعتبر أن بعض المناطق اللي هي بتبقى القادة الاجتماعية فيها مرتفعة شوية سواء بالنسبة للتعليم أو الثقافة يعني ما أقدرش أحط دائرة مثلا زي مصر الجديدة في دائرة مثلا زي دائرة الخليفة هناك أوزان نسبية أو قاعدة اجتماعية بتبقى مختلفة على حسب الشريحة اللي أنا بحاول أن أنا أستهدفها لكن هي أحد المشكلات الرئيسية مش مرتبطة بالمرحلة الأولى ومنما مرتبطة بالمرحلة الأولى والثانية على حد نسواها تتعلق بضيق الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية خاصة أن أحد المشكلات أن هذه الانتخابات تعرضت لأبزع الدون سبتير وتأجيلات عديدة فده جعل المواطن أنه هو في فكرة فطور في الحماس للذهاب لصلاة الاختران هذه نقطة مهمة هارجع على استكمال حواري مع حضرتك دكتور محمد عز العرب ولكن اسمحي أخرج لموجز الأخبار ونعود مرة أخرى لستوديو مصر تقرر شكرا معنا مشاهدين أهلا بكم في مجزل لأهم وآخر الأخبار من سوديو مصر تقرر أدل رئيس عبدالفتاح أسيسي بصوته في مقر لجنته الانتخابية الموجودة بمدرسة مصر الجديدة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات التابعة لدائرة النزهة ومصر الجديدة هذا وكانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها في التاسعة صباحا للتصويت في ثلاث عشرة محافظة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2015 وتستمر عملية التصويت في الداخل اليوم وغدا في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية وضمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وكفر الشيخ وجنوب سيناء يأتي ذلك فيما ينتهي مساء اليوم تصويت المصريين في الخارج في حوالي 139 دولة ومن ناحيتها أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن هناك غرفة عمليات وغرفة مماثلة في وزارة الخارجية لمتابعة العملية الانتخابية في الخارج على أن يتواجد عدد من أعضاء وزارة الخارجية بالغرفة التي خاصصتها اللجنة العليا لمتابعة الانتخابات في الخارج هذا ويبلغ عدد الناخبين في المرحلة الثانية حوالي 28 مليون ناخب وهو عدد أكبر بحوالي مليون عن عدد الناخبين في المرحلة الأولى لاختيار 222 نائبا من بين أكثر من 2800 مرشح في 101 دائرة انتخابية بنظام المقاعد الفردية واختيار 60 نائبا في دائرتين انتخابيتين بنظام المقاعد القائمة هذا ومن جانبه صرح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن مقار الانتخاب بالخارج شهدت إقبالا من الناخبين بنسب تزيد على نسب الحضور بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية استقبالت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس وفدا من الجمعيات البرلمانية لدول البحر المتوسط المكاومة 38 دولة وأقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات إن رئيس اللجنة منح للوفد تصريح لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وأشاهد الوفد كيفية متابعة الانتخابات في الخارج من خلال الشاشات المزودة بها بعض الصفارات المصرية أعلن المستشار محمد عبدالصالح أمين صندوق نادي القضاء أن غرفة عمليات النادي لم تتلقى أي شكاوى من قبل المشرفين على العمليات الانتخابية بالمحافظات بشأن أماكن الإقامة وناشد صالح المواطنين بالمشاركة في العمليات الانتخابية للانتهاء من المرحلة الثالثة من خارطة الطريقة ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المرحلة الثانية وأوضح وزير الصحة والسكان أن خطة الوزارة تهدف للدفع بـ 2842 سيارة إصعاف موزعة على شوارع والميدينة الرئيسية بالقرب من مقار اللجانة الانتخابية لتأمين إدلاء الناخبين بأصواته في مقار اللجانة الانتخابية هذا وتضمن الخطة أيضا رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والتأكد من توفر الأطقم الطبية من أطباء وفنيين وتمريد بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وقبل فتح لجان الاقتراع أبوابها بساعات تسلم خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدني كافة اللجانة الانتخابية لتتم عمليات فحص وتعقيم ومسح شامل بواسطة الكلابة الموليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات للكشف المبكر عن أي مفرقعات أو أجسام غريبة تصير الظعر أثناء إجراء التصويت في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية قررت اللجنة العليا للانتخابات تعديل فترة حظر التجوال في شمال سيناء وبناء على ذلك يبدأ حظر التجوال في الساعة الحادية عشر مساء بدلا من الساعة السابعة مساء وذلك في أيام الانتخابات والإعادة لمجلس النواب جددت دار الإفتاء المصرية فتواها بعد مجواز التأثير على إرادة الناخبين بأي وسيلة تزامنا مع انتلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في ثلاث عشرة محافظة وأوضحت الدار إنه لا يجوز شرعا للمرشح في الانتخابات استخدام أمواله في التأثير على إرادة الشعب وأطالبت جميع المرشحين أن يكونوا أمناء صادقين في وعودهم يوفون بما وعدوا الناس به وأضافت الدار أنه إذا علم أخذ هذه الأموال حقيقة قصد ذلك المستخدم لها في هذا الشأن إما بتصريحه وإما بالقراء القاطعة التي لا تحتمل الشك فإنه يحرم عليه أخذها لأنها تعد حينئذ من قبيل الرشوى المنهي عنها شرعا مشاهدين موجزا لآخر الأخبار على رأس كل ساعة والآن عودة لزميلة مهاموسة في تخطيطنا المتواصلة لمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2015 شكرا للزميلة هيبة الليسي وبجد الترحيبي بضايفي دكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية أهلا بك مرة أخرى وكان عندي استفسار دكتور يعني كيف تقيم التجربة الحزبية في مصر بشكل عام يعني يعني التجربة الحزبية منذ نشأتها في خلال النصف الثاني من حكم الرئيس الرحل محمد أنور السادات بلقت في عام 76 لكن المشكلة الأساسية أن الأحزاب في كل دول العالم تنشؤ من رحم القواعد الشعبية لكن في الحالة المصرية صدرت بقرارات رئيسية بمعنى أنه كانت في جزء منها كان الرئيس السادات يحاول التحول من تجربة الحزب الواحد المهيمن اللي هو كان الاتحاد الاشتراكي وحيئة التحرير والاتحاد القومي ثم التحول فيما بعد اللي هو الحزب الوطني الديمقراطي وحاول أن يكون هناك تمثيل لقوة يسارية وقوة يمينية من خلال وجود حزب الوفد والذي تحول إلى حزب الوفد الجديد فيما بعد في عام 1984 وحزب اليسار بقيادة المناظر اليساري خالد محيدين وبالتالي أحد المشكلات أنها كانت ناتجة عن قرار من جانب رئيس الدولة وليس انطلاقا أو تعبير عن قطاعات شعبية واسعة وبقت هذه التجربة منذ ما يقرب من حوالي 40 سنة أسيرة لتلك المشكلات أن أحد الأمراض التي تواجه الحالة الحزبية سواء تعلقت بعدم قدرة الأحزاب كبيرة لديها جزور تاريخية حتى قبل الثورة الأمة في 13 يونيو النقطة الثانية أن السمة الشخصية كانت بارزة جدا وفي بعض الأحيان العائلية كانت بارزة جدا في الكسيم من الأحزاب وبالتالي الانتقاد الذي كانت تواجهه الأحزاب للنظام السياسي هي نفسها تعاني منه النقطة الثالثة أنها كانت بتستعيل للوسائل المعبرة منها دون الانشغال بالمهمة الرئيسية المهمة الرئيسية بالنسبة للأحزاب أنه هو يعمل تربية كوادر تجنيد أفراد إدارة ديمقراطية في الهيئات وفي المختلفة وصولها لتحقيق هدف رئيسي وهو الوصول للسلطة يعني الغرض من أي حزب بتشكيله هو الوصول للسلطة لكن منها الواضح أن البنية الحزبية عندنا لا تستطيع القيام بمثل هذه المهمة وصولها إلى تحقيق الغيئة النهائية وهي وصول للسلطة تشكيل الحكومة طب هذا التاريخ الحزبي كيف يؤثر على البرلمان أو على هذه الأيام تحديدا؟ مهم يؤثر بشكل معين بمعنى أن الأحزاب التي كانت يفترض عليها أن هي بتتمتع بثقل سياسي محدد أو بتاريخ نيابي مختلف ليست هي في الصدارة في تلك المرحلة وأنما أصبح هناك أحزاب وليدة هي التي تتصدر المشهب أو تستحوز على مقاعد مقارنة بالأحزاب القديمة طيب أساسا حضرتك إحنا معنا على الهاتف سيادة السفير محمد المنسي رئيس هيئة رعاية المصريين بالخارج سيادة السفير صباح الخير سرار خير يا فندم أهلا بحضرتك يا فندم سيادة السفير يعني كان فيه الحقيقة بعض الأقويل عن أن نسبة التصويت عند المصريين في الخارج منذ أمس كانت أكبر من المرحلة الأولى وكان فيه رأي أخر بيقول لأ ما كانتش أعلى ولا حاجة يعني حضرتك شايف الموضوع إزاي الحقيقة إحنا لسه ما عندناش بيانات لا الأقبال أقصد الأقبال نهائية عن الأعداد قاموا بالتصويت أمس نتيجة اختلاف توقيت يعني النهاردة نيوزيلاندا مثلا بتخلص بينما لسه الليجان اللي موجودة في الولايات المتحدة ما بدأتش عشان كده عشان كده إنما بشكل عام أمس كان الإقبال أكتر كتير من المرحلة الأولى وده يمكن يفسر بأن القاهرة والمنفرية موجودين في المرحلة دي وهم من أكتر أكتر محاصدين لهم أبناء في الخارج طيب هل فيه فاندم يعني توقعات بزيادة نسب الإقبال بعد كده يعني طبعا مراعاة في فروق التوقيتات بالتأكيد النهاردة النهاردة إن شاء الله والنهاردة الحد على فكرة هو دايما بيعتبر يوم العطلة الرئيسية لأن فيه بلاد كتير بالرغم أن العطلة سبت وحد إنما السبت بعد الظهر آه ماشي الصبح تمام يعني العطلة بتبعى نص يوم بس يوم السبت طب كان فيه أي مشكلات يا فاندم أو عوائق بالنسبة لطول المسافات مثلا ما بين المواطن والقنسولية أو في المرحلة لغاية آخر اتصال بيني وبين الوزارة من نص ساعة كانش فيه أي حال خالص السبت جدا تمام كان يوم هادئ الإقبال طيب جدا المصريين اللي بيشاركوا بيشاركوا برغبة حقيقية في المشاركة وكان فيه روح روحة فلاية لطيفة فيه أغلب بعثاتنا الحقيقة ويمكن المرة دي هقول لحضرتك إن الإقبال في السعودية فاقت كويت في المرة اللي فاتت آه المرة اللي فاتت كانت كويت أعلى كويت أعلى لأن كويت فيها خاصية يمكن بتختلف عن باقي الدول الخليج إن فيها نسبة عالية جدا من أبناء الصعيد آه محافظات وباعتبار من المرحلة الماضية كانت المرحلة الأولى كان المحافظات الموجودة فيه وجه إبلي بناء عليه كان المشاركة من أبناء كويت من أبناء وجه إبلي فيه كويت كانت أعلى كتير تمام بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة سيادة السفير محمد المنسي رئيس هيئة رعاية المصريين بالخارج دكتور محمد أعود إليك مرة أخرى ولسه ما كملناش كلامنا على الأحزاب وحضرتك بتقول إنها هيكون لها تأثير ما على شكل البرلمان القادم وهو يعني يعتبر برلمان الحقيقة مختلف اختلافا كثيرا عما شاهدناه من برلمانات سابقة يعني مشاركة حتى أو الحديث أو حديث رجل الشرع عن البرلمان اختلف تماما عن الحديث عنه في السنوات السابقة في جزء منه وليس في كلياته يعني اللي عايز أقوله حضرتك مثلا في ليه مثلا أحد التفسيرات ليه المعدلات المشاركة في المرحلة الأولى قلت مثلا أو ليست كانت بالمستوى المأمول أولا في صورة طبعية لضل بعض من قطعات المجتمع عن النائب في البرلمان ان هو شخصية انتهازية ما يهمه بشكل ما بوضوح أنا بتكلم على صورة طبعية لضل بعض وليس القطع الرئيسية التي تفسر ذلك آه صورة ساعة فيها الكثير منهم بعض الفاسدين في البرلمانات اللي فاتت وبالشرط ممكن ما يكونش فاسد هو كان غرضو ان هو بيبحث يعني زي ما حريك بتقولي ممكن لإما باحث عن مكانة أو باحث عن حماية حماية لمصالحه أو مكانة اجتماعية داخل المجتمع لكن الصورة طبعا لا يمكن حسابها بذلك على اساس ان في هذا البرلمان في تمثيل لشباب مختلف عن برلمانات سابقة في تمثيل نساء مختلف اللي احنا كنا طول وقت بنتكلم حوالين عدم القدرة على تمكين المرأة في المجالس النيالية المتعابة لكن احد المداخل لفهم العملية الانتخابية في تلك المرحلة ان شوية بعض الناس شايفين ان الخطر الاساسي اللي كان بيهدي دولة لم يعد موجودا وبالتالي مسألة مشاركته او عدم ارتياح فيه ارتياح شوية ارتياح بضرجة كبيرة لان كانت في المرحلة وحصل تبريد برضك لفكرة الحالة السورية لان الامم لا تصور طوال الوقت يعني كل خبرات العالم المتطور المتقدم او الاخذ للتحول من النامي الى المتقدم ما بيصورش طوال الوقت بس الاطمئنان والراحة ده جي على حساب ان ما يكون فيه اقبال ضعيف يعني يمكن كان فيه مثلا اه اكويس جدا ان احنا نكون مطمئنين ما هو حضرتك يعني للمؤسساتنا جميعا ولكن برضو يعني ما يبقاش فيه عندنا تراخي فيه مشاركة اللي عايز اقوله حضرتك هنا بقى الرسالة بتاعت الاعلام هنا رسالة المؤسرين في محط ده رسالة بعض المؤسسات التعليمية بعض الهيئات الثقافية التركيز على رسالة ان هذا التواجه الانتخابي هو جزء من حق طيب فلابد من عدم التفريط في هذا الحق طيب نشوف اخبار بقى محافظة الدقاهلية ايه معنا الزميل مصطفى السطوحي مصطفى تفضل احييك من محافظة الدقالية حيث انا الان متواجد داخل مدينة المنصورة خلف لجنة الشهيد مدرسة الشهيد محمد جمال سليم اه 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 عدد الناخبين بها 3.9.699 ناخب وناخبة اه ايضا عدد المرشحين الذين يتنفسون على المقاعد الفردية 369 مرشح على المقاعد الفردية وعدد اه يتنفسون على عدد 29 مقعدا ايضا عدد المراكز الانتخابية 795 مركز الانتخابي وعدد اللجان الفرد الفرعية 1759 لجنة فرعية يوزعون على 11 دائرة انتخابية يشارك العمل باللجان على مستوى المحافظة 6489 من امناء ورؤساء اللجان واقصر من 2000 مستشار بدأت منذ قليل فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة حتى الان الوضع الاجبال على اللجان قليل سوف نرصده في الساعات الاخيرة من النهار اذا كان قليلا او كثيرا لا نقدر ان نقول اذا كان الاجبال كثيرا كسيفا ام قليلا ايضا الحالة الامنية هنا في الوضع الامني هنا مشدد جدا تأمين اللجان على اهبة كبيرة وقصوى من التأمين ايضا مديرية الامن وقوات الجيش تتجول داخل الشوارع لرصد اي مخالفات او اي انتهاكات من قبل انصار المرشحين شكرا زميلنا مصطفى السطوحي من محافظة الدقهلية واكيد هنعاود اتواصل معاك مرة اخرى دكتور محمد اهلا بيك مرة تانية ويعني الشكل السياسي بعد ان شاء الله انعقاد البرلمان يعني شكلنا اكيد احنا لنا شكل سياسي اختلف عام قبل 25 يناير 2011 ومرورا بالاستحقاقات اللي بننتهي منها في هذه الايام الانتخابات البرلمانية اكيد شكلنا على المستوى السياسي العربي او العالمي بيبقى مختلف على المستوى العربي الاول من الناس يعني اللي عايز اقوله اول حاجة اذا كانت ثورة تونس مثلت بداية الشرارة بالنسبة للحراك السوري في المنطقة العربية فان الثقل السياسي الذي احدثها ما يجبه قرة السلج في العالم العربي هو بالنسبة للحالة المصرية لان مصر بحكم دورها السياسي وتوجودها الثقافي وتأثيرها التاريخي رغم ما تعرضت له خلال العقود الماضية من التراجع في بعض المجالات وظهور بعض القوة الدول الاخرى لكن لازالت مصر لديها القدرة على التأثير بدرجة كبيرة مصر هي العمود الخيمة في الدول العربية مصر كانت حينما كانت الاراضي العربية كانت محتلة مصر في عهد الرئيس السادات هي اللي قادت الدول العربية لتحرين الارض وفي نفس الوقت هي مصر التي اتخذت نعجة مغيرا رغم ما تعرضت له عن تقرار في التوجه نحن السلام اضف الى ذلك فيما يخص المصار بالنسبة لحركة الثورة في الاقليم فاذا كانت مصر الاندلاع كانت من جانب تونس لكن الوهج الرئيسي كان من خلال القاهرة هنتحول بقى من حالة الثورة الى حالة الاصلاح يعني اللي حرج بتقولي عليه اول حاجة من ضمن الدلات الاساسية فكرة انتهاء الفرعونية السياسية انا اعتقد ليس في مصر وانما في دول جمهورية عربية عديدة مع اختلاف الاوزان النسبية يعني منصب رئيس الدولة اصبح مقيد بفترة زمنية فترتين زمنيتين وبنتكلم على اربع سنوات في المرحلة الاولى او اربع سنوات في حالة وظيفة كما يقول البعض عادية جدا فاحنا بنتكلم حوالين فكرة الهالة او القدسية التي كانت مخاطة بفكرة دئيس الدولة تم الانتفاق معها وحضرتك اما تيجي تشوفي في وسائل الاعلام المختلفة المرء ومنها والمكتوب وتشوفي حجم الانتقاد لسياسات الرئيس وليس فكرة شخص الرئيس هذه واحدة النقطة الثانية نحن نتحدث عن برلمان بجد احنا كانت في الفترانات الماضية لانتش عندنا برلمان بجد عندنا كان تزوير منهج وكان احد الاسباب الرئيسية اه على مرء او نسمع من الجميع وكان يعني فعلا الحديقي بتقول ما كانش عندنا انتخابات خالق سواء بالنسبة للأحزاب المتنفسة او حتى الروح الموجودة لده الناس وهي رايح او بالنسبة حتى للمخرجات الخاصة بتركيبة العضوية النقطة الثالثة ان هناك حالة حراق داخل المجتمع بمعنى ما يعني كان عندنا نتيجة ان في حزب مهاجم وبعض الاحزاب اللي تدور في فلقه ده مش موجود يعني حتى بعض الاحزاب اللي هي خادت اكسرية وليست اغلبية في المرحلة الاولى والمتوقع انها تعصن انها جاء في المرحلة التانية لا تستطيع ان تمارس في مرحلة ما تغيال الاغلبية صحيح يعني كلها ايجابيات الحقيقة يعني في شوية حاجات كده قليلة بس في المجمل نقدر نقول ان هي مرحلة ايجابية بالرغم من صعوبتها واختلافها عما سبق من ولابد من دفعها صحيح بالفعل انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تواجدك معنا النهاردة دكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر